اليوم عم ينعط طرح موضوع التصرف بالدهب او تسهيل الحيازات لبنان من الدهب ويلي بتغل بتبلغ قيمته حوالى 16 مليار دولار بسبب المشكلة الموجودة باطفاء خسائر الدولة خلال المرحلة السابقة طبعا نحن بنعرف من قبيل الخطة الحكومية الخطاع المصرفي عم يطرح خطة تقوم بشكل اساسي على بيع موجودات الدولة لاطفاء هذه الخسائر من اهم المواضيع اللي علي العام بهالموضوع بهالامر هي مسألة محفظة لبنان من الدهب نحن بنعرف هيدا المحفظة تم التحفظ على بيعة بقرار بمجلس النواب بعدم امكانية تصرف المصرف المركزي بحيازات لبنان من الدهب وهيدا القرار كان خلفيته وقتا هيدا العنون كان خلفيته انه اليوم كانت وقتا عم تنهار سعر صرف الليرة وكان في خوف انه نتصرف بالدهب والازم السياسي اللي كانت موجودة بثمانينات تبلع مع الدهب انا بقيت ادهاي المخايف اليوم هي زيتا موجودة اي تصرف بالدهب اليوم بدون ما يكون عندنا نظرة استراتيجية لين رايح البلد كيف بدنا نعالج ازماته وباي طريقة سيحكم البلد سيكون التصرف بالدهب هو مثل البيبيع عرض ليدفع حساب الدكان وهيدا خطير جدا صراحة هلأ بهالظرف اي خسارة بأصول لبنان السابت اليوم لا يمكن تعويضها بالمستقبل ممكن تصرف باي من اصول الدولة ضمن ضوابط ومعايير بناء على انشاء خطة مستدامة للنمو خطة تخوم على استراتيجية وطنية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل وايضا شفافية في الخطاع العام وحوكة ميراشيدي كله اليوم عناصر غير متوفرة بعد في لبنان والخوف الاساسي اذا تم التصرف باي من اصول الدولة بما في ذلك الدهب ان يؤدي ذلك لضياع هذه الاصول في خضم الازمة اضف اليوم الدهب بيظل الازمة الاقتصادية العالمية وبيظل التوترات الجيوسياسية بالعالم مرشح لانه سعره يرتفع كمعدن امان السئة بالدهب بالازمات ترتفع كثير وبالتالي الطلب عليه بيرتفع وسعره بيرتفع ويمكن اليوم هالحيازي من الدهب اللي عنده اياها لبنان توصل لمحل تطفيله كل دينه بالمستقبل فليش الاستعجال على هيك قرارات لا الشروط الداخلية متوفرة لهيك قرار وشروط الدولية تحفز انه نحنا ننتظر شروط افضل تسمح بانه نحنا نستفيد من كل عناصر السرو الوطنية بما في ذلك الدهب